انجلى دخان كارثة اندلاع حريق حفل الزفاف الذي وقع في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى شمال العراق والذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص وأصيب أكثر من مئة وخمسين آخرين وصفت حالة خمسين بالمئة منهم بالحرجة وبدأت تفاصيل الحادثة تتضح بعد أن صدر بيان محكمة تحقيق الموصل وقد أفادت بأن الألعاب النارية هي التي كانت السبب الرئيسي في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستيك القابلة للاجتعال شنت معزوم شنت قاعة هنا أنا كان العرسان كان يرقصون سلو سوى تنوير ما تنوير دين ما داع العرسان أكو ريش بالقاعة نازل هذا الريش أخذ دقيقة وعدة أخذ هذا أبو القاعة إجاب فتح البيبان واحترقت القاعة عبالة قنبلة نووية البيان أوضح أيضا أن إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاجتعال كان سببا أيضا في الحريقة ما تسبب بإشعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة طلعت واحد يعني يصعد الله ماكو مجال ماكو لا مكان واحد يطلع باب واحد أبواب بيها صغار يعني ما يعرفون وين السقف كل احترق يعني هو يتعامناني ابن أختي طلعنا هو يتعامناني طلعنا هو يتعامناني قاضي التحقيق تفقد مكان الحادث وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين فيه حيث تم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم منصة العرس ونصب الألعاب النارية وأشارت المحكمة أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع مالك تلك القاعة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل ونقلوا إلى مدينة الموصل للتحقيق معهم وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري القبض على أربعة عشر متهما في الحادث الوزير قال أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلام في قاعة المناسبات التي كان بداخلها نحو تسعمائة شخص كما أعلن أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عشرة عمال وصاحب القاعة وثلاث متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث وشدد الوزير العراقي على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد